موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرامين ما تكونوا أهلا بكم إلى حلقة جديدة برمجكم اليومي الصحافة اليوم مع النطالع برز ما طلعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من أخبار وقضايا وعنوين خاصة بشأن اليمن وهذه جولة سريعة في أبرز تلك العنوين البداية من وكالة خبر وفيها نقرأ إب قتلى وجرحاف اشتباكات بين قياد حوثي وقبليين في السياني منظمة دولية تحذر من فيضانات جديدة ستضرب اليمن وتكاثر الجراد الصحراوي القوات المشتركات تسقط مسيرة حوثية في الساحل الغربي وفات امرأة وطفل ونجاة تسعة آخرين من أسرة واحدة بسيول جارفة في شبوة في صحيفة الشارع نطالع جنوبية الحديدة بينهم عشر من أسرة واحدة ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى عشرين غريقة الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة ويحذر مرتادي البحر من ارتفاع الموج خلال أربع وعشرين ساعة الحوثيون يقصفون أحياء سكنية شمال تعز جراندبيرغ يدين ميزارة الحوثيين في تعز دون تسميتهم في المنتصف نت منظمة حقوقية تحذر من خطورة الغام حوثية جرفت السيول في مأرب ميليشيا الحوثي تفرض جبايات على الأمناء الشرعيين وفات طفل وامرأة وإصابة تسعة من أسرة بجرف السيول لباص في شبوة إلى بعض الصحفة العربية الصادرة هذا اليوم معناوينها الخاصة بالشأن اليمني والبداية من صحيفة الشرق الأوسط تشديد القيود على المسافرين باتجاه معقل الحوثيين مجزارة الحوثيين بحق أطفال تعز تثير غضب الحقوقيين والأحزاب اليمنية وصد دعوات للضغط على الميليشيات للوفاء بانتزامات الهدنة جراندبيرغ يستهجن مجزارة تعز والرئاسي يشدد على العقاب وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرضها لهم للابتزاز اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية في صحيفة الأهرام المصريات رأسا مخيمات النازحين في اليمن تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية في ذات الصحيفة الرئاسي اليمنى يدين الاعتداء الحوثي في مدينة تعز أما في أخبار اليوم القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي جنوب الحديدة وفي صحيفة الدستور المبعوث الأممي لليمن يدين هجوما لسادف الحي السكني في تعز وأخيرا من صحيفة الاتحاد الإماراتية وزير حقوق الإنسان اليمني للاتحاد جريمة الحوثي في تعز تحدي للمجتمع الدولي إذن عنوين كثيرة وبارزة في الصحافة اليوم على أبرزها الإعلام العسكري ينشر اعترافات لخلية مرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات لميليشيا الحوثي إضافة إلى بيان للمبعوث الأممي لقاء الكثير من الانتقاط كونه لم يحدد من ارتكب الجريمة البشعة في محافظة تعز باستهدافه للأطفال وطيران اليمنية أيضا ينشر بأنه سيستمر في الطيران والتحليق من مطار صنعاء الدولي خلال شهر أغسطس أي بعد انتهاء الهدنة فهل هناك خلف الكواليس أمور دارت من أجل تمديد الهدنة كما نسمع ستة أشهر مقبلة هذه المواضيع وغيرها أطرحها مع ضيوفي الكرام من القاهرة العميد الركن محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك عميد محمد وأيضا سيكون معنا من تعز ضيوف عبر الهاتف الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز وأيضا مستشار محافظة محمد الحريبي نبدأ النقاش بعد فاصل قصير بداية عميد محمد لو بدأنا من موضوع الخلية الحوثية التي تم القفض عليها من قبل القوات المشتركة سؤال ربما يتبادل إلى أذهان الجميع ما بين الفينة والأخرى كل ستة أشهر سبعة أشهر وأقل أوقات يتم اكتشاف خلية في هذه المنطقة بالتحديد هل السبب في ذلك أن هذه المنطقة مهمة لمليشيا الحوثي ولذلك تركز عليها كثيرا بخلية تلوة أخرى أم أن هناك نجاح استخباراته في هذه المنطقة ليتم كشف الخلايا بهذه السرعة أولا تحية لك والضيوفك الكرام وعبركم المشاهدين الكرام في قناة اليمن اليوم طبعا الخلايا النائمة أو الخلايا الإرهابية هذه أيضا تعتبر من ضمن تكتيكات العدو وهم يعتبروا أيضا قوات مسلحة مدنية تعمل خلف الخطوط وتعمل من داخل الحاضنة الشعبية للقواتنا هذه القوات غير معلومة العدد وغير معلومة العدى وغير معلومة الإمكانيات هذه الخلايا تعتبر من الصعوبها الكبيرة أن تصل إليها نظرا للتكتيكات التي تعمل عليها ونظرا لوسائل الأمانة التي تنظي بها إضافة إلى أن تلك الخلايا لها مهام خطيرة جدا سواء في زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة أو البث الشائعات وترويج الحرب النفسية داخل المناطق المحررة إضافة إلى أن لها مهام تدميرها وتدمير الروح المعروية للقوات والشعب الداخل المناطق إضافة إلى أنها تحاول أن تشكك في قدرة القيادة داخل المناطق المحررة في ضبط الأمن والاستقرار وتلك الخلايا تعمل بوتيرة عالية داخل المناطق المحررة واكتشافها بحد ذاته يعتبر نجاح أمني كبير في ظل نقص الأمكانية المتوفرة لدى المناطق الشرعية إضافة إلى وجود القوة الإتصالات في يد الحوثي والسيطرة الكاملة على الإتصالات داخل المناطق الحوثي وضعف التنسيق الأمني ما بين الجهات الجهزة الأمنية في المناطق المحررة نعتبر ضبط الخلايا بشكل مستمر في الساحل الغربي نجاحات مستمرة وبفضل تلك النجاحات تم إحباط الكثير من الهجمات وتم إحباط الكثير من المؤامرات والتي كانت تستهدف القوات وتستهدف القادة وتستهدف معلويات الشعب وتحاول أن تضرب بكل قوة الإرادة الشعبية وكسر إرادة القتال داخل المناطق المحررة لكن لماذا التركيز على هذه المنطقة بين الفيناء والأخرى خلية تلوى خلية يتم اكتشافها كل ثلاثة أربعة ستة أشور يتم اكتشاف خلية في هذه المنطقة هل هو تركيز حوثي على هذا المكان محاولة الوصول إلى معلومات تهم ميليشيات الحوثي أم أنه نجاح لاستخباراتي بالكشف عن مثل هكذا وربما ميليشيات الحوثي خلاياها كثيرة ومتنوعة في كل جسد الشرعية وفي كل ربما مفاصلها بل هو نجاح أمني واستخباراتي كبير لقوات الساحة الغربي وتعلم أن هناك أيضا في محافظة مارب تم كشف كثير من الخلايا ويمكن المنطقة الوحيدة التي فيها ضعف في الأجهزة الأمنية هي محافظة عدنة التي لم تكتشف فيها خلايا كثير مع أن الخلايا الحوثية تعمل في كل مكان من المناطق المحررة حتى المهرة وتعمل بكل قوة وهي حتى في الجانب الإعلامي ترى أيضا الإعلام الذي يعمل مع الحوثي في أوساطنا وهو يحاول يبث السموم ويحاول يبث الأخبار المنسوسة ويحاول يبث الشائعات الكاذبة والحرب ويسقط أخبار غير حقيقية كوجود خلافات بين المنسى القيادة الرئاسي وهناك قنوات تعمل بإسم الشرعية وهي أيضا تتماهى تماما مع الأجندات الإيرانية الحوثية وتقوم بالكثير من خلخلات الصفوف داخل الشرعية الحوثي يعمل بكل قوة وما يحصل في الساحة الغربية يعتبر نجاح استغباري وأمني كبير جدا أما الخلايا الحوثية فهي تعتبر من ضم تكتيكات العدوة العسكرية وهي تعتبر قوة عسكرية تعمل خلف الخطوط وتشتغل في أوساطنا وهم من أبنائنا ويلبسون لبسنا ويأكلون أكلنا ويشربون ما نشرب أيضا ويعيشون في أوساطنا وهم من أبناء المجتمع لا يكونون غرباء من أبناء حديدة يكونون من حديدة من أبناء مارب يكونون من مارب من أبناء عدن يكونون من عدن حتى في المهرة الآن هناك خلايا لم تضبط وهي تعمل وهم من أبناء المهرة داخل المجتمع في المهرة الحوثي يعمل على مدار الساعة ضم معركة توضم أجندة توضم مشروعة وتعتبر الخلايا التخريبية والخلايا النائمة والخلايا التجسسية والتي تقوم بأعمال إرهابية وزراعة الألغام كلها ضمن الأعمال العسكرية القتارية ولكن باللباس مدني شميل أيضا كان نفس ما تطرقت إليها عميد محمد تهريب الأسلحة كان هناك أيضا تقارير دولية وحديثة أنه يأتي من مناطق تسيطر عليها قوات الشرعية وقوات المجلس الرئاسي هل تعتقد أن للخلايا النائمة الحوثية المتواجدة في هذه المناطق دور في تسهيل مرور الأسلحة إلى ميليشيات الحوثية بكل تأكيد وبكل تأكيد تلك الخلايا هي من ضمن مهمها تهريب الأسلحة أيضا بحسب ظروف المنطقة وبحسب طبيعة الأرض وبحسب طبيعة المهام الموكلة لتلك الخلايا هناك خلايا تعمل كصيادين في البحر أو تم تجنيدهم استغلال الظروف المادية واستغلال الظروف التي يعيشونها وتم إشراءهم الآن يقوم بنقل الأسلحة عبر نقاط إنزال معينة في ساحل البحر العربي أو الخليج العربي أو البحر الأحمر ويقوم بتهريب الأسلحة يقوم بتهريب المخدرات يقوم بتهريب الحشيش تلك أعمال الخلايا أيضا وهذا واضح ومعلوم وكما ذكرنا أن هناك خلايا تعمل في كل مكان ولكن قدرات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي بشكل رئيسي وأيضا في مأرب لأنه ممكن أن هناك خلايا كشفت هذا يعتبر نجاحات كبيرة لتلك المحافظتين ولكن يبقى أهمية تكامل الجهزة الأمنية وأهمية نجاح لجهة الاستخبارات والأمن في دمج كل تلك الأجهزة الأمنية والاستخبارات فيها في جهاز واحد وإدارة واحدة حتى يستطيع المستوى الأعلى للقيادة العليا أن تبني قراراتها العسكرية والأمنية على أسس علمية صحيحة وعلى أسس معلومات حقية تعلم خنايف أن الاستخبارات والاستطلاع هو من أهم المهام للعمل العسكري والعمل الميداني ولبناء القرارات في كل اتجاهات الدولة هناك أيضا تساؤل ربما قرأت اليوم في صحفة جنبية حتى أن هناك تقارير تتحدث بأن هناك تنسيق وتعاون بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة لربما تسيير عمليات في المناطق المحرة وقد لاحظنا ربما تفجيرات في عدن استهدافات لقيادات عسكرية وأخرى صحفية وغيرها هذا التناغم ربما يكون دور لخلايا موجودة أيضا تعمل للتنسيق ما بين القاعدة وميليشيا الحوثي هذه حقيقة وهذا مؤكد يعني أنا أعتقد أنها خلايا حوثيات تلبس الباس القاعدة وتتبنى وتنزل بتصريحات ومنشورات أنها من القاعدة وقد تكون هي حوثية بامتياز وأنا أؤكد أيضا أن هناك خلايا مرتبطة بالقاعدة ودعش تعمل مع الميليشيا الحوثية ليش؟ لأن المطمخ واحد المشروع واحد الممول واحد هي إيران إيران من أهم من مهامها الرئيسية أن تفشل الدول التي ما زالت مناهضة الفكرها لاحظ الآن أن مناطق الحوثي رغم عدم وجود أمان واستقرار ونعلم علم اليقين أن هناك لا يوجد هناك هذا الحس الأمني العالي ولكن مع هذا لم يتم عمل عملية إرهابية واحدة داخل المناطق الحوثية مع أنه يتم استهداف ربما دول ذات أمن وتكنولوجيا عالية ويتم اختراقها مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من العمليات إلا أن ميليشيا الحوثي داخل مناطقها لا يتم استهدافها بأي عملية من تنظيم القاعدة هذا حقيقة وأنا أعلم علم اليقين أن الحوثيين ليسوا بذلك البعض الأمني الكبير يعني عبارة عن شباب الصغار في النقاط لابسين صناطل وحالة الحالة وعرف ما الذي يعمل في أقسام الشرطة قادم من الكهوف وعلم الكثير من هؤلاء الرجال الذين يعملون وكأنهم على كل شيء يقدروا عليهم بالعكس القاعدة لو تريد أن تنفذ أعمال قتالية داخل أو أعمال إرهابية داخل صنعاء وداخل مناطق الاحتلال حوثيين ستقوم بها بسهولة شديدة وبدون أي مشاكل ونعلم علم اليقين أن الحوثي يقيم فعاليات في اليوم بالمئات قواب في المسلحة، لقاءات عامة، في الدواوين، ويستطيعون استهدافها ولكن لماذا؟ لأنهم مرتبطين مع بعض وهم شركاء في العمل الإرهابي كجماعات إرهابية تحاول أن تؤذي لمن وترتبط المشروع الإيراني إرتباط مباشر شميل جدا، نشرك معنا في النقاش الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تاعز أهلا بك شيخ عارف أهلا وصالح العزيز شيخ عارف، ربما استمعت أنت اليوم إلى البيان الأممي الذي إصطره المبعوث الأممي حول الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظة تاعز الكثير من الانتقادات للبيان أنه لم يتطرق من يقف وراء هذه الجريمة البشعة أنتم في محافظة تاعز، كيف قرأتم هذا البيان؟ يا أخي، الله أنه بيان مؤسف نحن نعلم أن هناك تخاضر وتماهي بالنسبة للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي فيما يتعلق في قضية عز أو قضية عاماً بشكل عام وإنهم دائماً يقفون إلى الصفة الحوثي وعصابة الميليشيات القرابية أكثر من موقفهم مع الشرعية ودائماً ينطلقون من مواقفهم أن الشرعية هي الحلقة الأضعف ويتعاملوا مع الحوثي على هذا وظلي بالحوثي وعصابة بالأخير لا يحمل مشروع دولة يعني ما حصل في تاعز جريبة بكل المقايش بالأخير طولة وفي ظل هدنة وفي ظل مفاوضات جيرت وفي ظل المبعوث الأسكري للمبعوث المتواجد في تاعز فكنت أنا أعتقد أنه كان برد المبعوث المساشات هو أكبر رسالة ورد على هذا التهاون وهذا التماعي في دماء الناس الحوثي ليس في تاعز فقط الخروقات الخروقات على الصينية على اليمن ما حصل في خيفة وما حصل في قبزة وما حصل في كريم الله في كثير من جفات المحاضبة الحوثي لا يعترف لها بهدنها ولا يعترف بمتحدة ولا يعترف وللأسام الشديد لا نجد موقفاً مشرفاً حتى إنسانياً من باب الإنسانياً لا يجد من قبل المجتمع الدولي؟ أنا أقصد أن المساشات الأسكري لحاول التفاوض على معبر تم فتحه من قبل الحوثي اتجالياً من رأسه يعني أننا يتفاوضون في الأردن وكانوا هناك اتفاقات معينة حول الطرق الرئيسية معينة لم يتفوقوا عليها فأخذ المبعوث البنوبي عندما ذهب إلى صرعان وذهب إلى عدل مقتراحاً يعني وسط ما بين الطرفين لا في الأسام الشديد إصابة العنفي أن تهجد فبهات معبر بما يناسبها وتريد أن تفرضه فرص ومدلاً أن جميل شيخ عارف فقط ما دم تتحدث عن المستشار العسكري المبعوث البنوبي الذي أتى إلى تعز ويحاول التفاوض على هذا الطريق ما رد السلطة المحلية والقيادات العسكرية في تعز عليه في هذا المقترح الذي يحاول إقناعكم به يا أخي العزيز السلطة المحلية والقيادات العسكرية وأيضاً الأحزاب السلطة المحلية كلها رافضة جملة من ترسيلة ولا يمكن قبل بها مهما كان يعني هذه حقيقة نحن نعلم أن هذه العصابة لا تؤمن للسلام ولا تؤمن بفتح معابر ولا تؤمن هي الهدف الرئيسي من تواقنه هو حصار تعز لكن البعض شيخ عارف البعض يقول أنه ربما في الأيام المقبلة يشتد ذلك تنازل من قبلكم والموافقة على هذا المعبر تحت يافطة تعود الناس الاستماع عليها وتخفيف معاناة الناس لا يا أخي العزيز في الأخير عندما نتحدث عن معاناة الناس نتحدث عن ممر إنساني شامل معاناة الناس هي فقط في التنقل في تنقل المواطن أول حاجة التنقل بلسمى الباطن الممر الإنساني هي ما يدخل للمواطن من جانب اقتصادية نفسه اليوم السلع والأشياء التي تأتيه عبر طريقة صحيح ربعة الأشعاب أيضاً بالصعوبة وحورة في طريق في أشياء كثيرة وبالتالي فإنه الجانب الإنساني أيضاً هناك أشياء أخرى حيث نتحدث عن المياه لمركزها الرئيسي في جهة الفرديين معانا نتحدث عن مقلب القضاء متواجد لدى الفرديين كلها جوانب إنسانية أيضاً ما لم يكن فيه معبر رئيسي خاصة تذاتح المعبر المتعلق ما بين تعز عدل يسمح بدخول البضايع ويسمح بدخول الشاحنة الكبيرة ليه وفي تحديث ترتمع الأسعار الغاز يعني البيزة وهو أسعار نف بسبب أن المقتورات الكبيرة والمقتورات الكبيرة لا تستطيع طروع بطريقة هكذا جميل شيخ عارف ربما تعز من أكثر المحافظات التي شملها الحديث في الهدنة عن فتح طرق وما إلى ذلك قبل ذلك حتى اتفاق ستوكولمين كان ما يزال يتذكر الجميع أنه نص برفع الحصار أيضاً عن محافظة تعز وكأن الأمر بات في أدراج النسيان إلى حد اللحظة هناك حديث عن تمديد الهدنة هل ستقبلون أنتم والقيادة وحتى الشرعية تمديد الهدنة لستة أشهر قبل أن يتم تنفيذ فتح الطرق في تاز وهذه هي المشكلة عندما نقول أن هناك التماهي من المجتمع الدولي التماهي من المبعوثة الأولي كيف تتأتي إلى مفاوضات لتفتح معاك تتفاوى حول المعابر تعز ومنافر تعز وأنت قد أعطيت العودي بقى المطار ومتح الميناء العودي اليوم يرون على شيء أكبر من مسألة منافر تعز وبالتالي هذا التماهي وهذا التغاضي هو الذي يتكبره على ماذا يراهن اليوم ميليشيات الحوثي ما الذي يطمح إليه نحن نتفاعل في تشكيل المجلس الرئاسي يعني خيارة الجديدة إلى جانب التقارب اليوم والزيارات العمي الطارق إلى المدينة وأيضاً لفرط المترسة كل هذه الأمور سيكون لها إن شاء الله في استقبل شيئاً نوعياً وإباطاً نوعياً لأن في اعتقاد الشخصي أنه لا يمكن أن تفتح المعابر إلا بالمعابر نحن تعالى السلام لكن يجب أن يكون البندقية موجودة إذا رفضت ميليشيات الحوثي فتح أي معبر باستثناء المقترح الذي قالوا عليه فقط فما هي خياراتكم أنتم؟ لا يمكن القبول به نحن لا يمكن أن نقبل بمعبر يفرضه الحوثي جزافاً لا يتم فيه تفاول في التنسيق وهذا هو الحوثي فتح هذا المعبر من جانب عسكري لصالحه فبالتالي من الصعب القبول به كيف من جانب عسكري لصالحه لو وضحت لنا هذه النقطة شيخ عارف وعند استعداد بتاعها فقط أنت قلت بأنه معبر عسكري لصالح يخدم ميليشيات الحوثي لو أوضحت لنا هذه النقطة كيف؟ يا أخي العزيز الحوثي عندما فتح المعبر الكجانياً ومرأسه هو ليس بالغبي أنا طرعاً لا أريد أن نقوم بتطبعص العسكري ولا ليس بالتصالح العسكري لكن هذا يوحي للكثيرين الحوثي لا الحوثي مشروع قائدي ومشروع حرب لا يمكن أن نقوم بشارك لسلام كيف أنا تفاوض مع ذلكنا تفاوض ثم تركي الفتح معبر للطبيعي أنه لا يفتح هذا المعبر لصالحه أشكرياً وسياسياً بشكل واضح لماذا لم يتم تفاوض حوله؟ لماذا سيكون أن تفرضه فرص؟ لماذا نذهب إلى شارك 60 و50 وهنا توجد أكثر من المنفذ لا يبعد عن ندخل مدينة 5 دقائق أو 10 دقائق أشكرك جزيلاً شكر ضيفي عبر الهاتف الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز كنت ضيفي عبر الهاتف من تعز شكراً جزيلاً لك أعود إليك ضيفي عميد محمد استمعت إلى الشيخ عارف جامل وما تحدث به عن ما يدور في محافظة تعز اليوم هناك حديث عن ربما تمديد الهدنة لمدة 6 أشهر هذه المرة ستكون من قبل المبعوث الأممي أيضاً البيان الصادر من المبعوث الأممي لم يتحدث فيهم من الذي ارتكب هذه الجريمة في محافظة تعز هو أدانها لكن وكأن صواريخ والمقذوفات أتت من السماء كيف تقرأ أنت ما يحدث من زاوية وجانب عسكري أخي الكريم للأسف أن الأمم المتحدة بدأت تحاول أن ترسخ الحوذي كسلطة أمر راقع داخل اليمن وبدأت تتناسى أو تنسى القرار 22-16 والذي نص على أن هذه جماعة انقلابية وتناسى أن لدينا مشروع استعادة دولة وإنهاء انقلاب وبدأت تجزأ القضية اليمنية بدءاً بالتفاق السكون والآن بفتح معابر داخل تعز يعني افترضنا أنه فتحنا معابر تعز ودولنا قضية معابر تعز خلاص يعني ما نفتحش ما نقدرش نتابع موضوع إب ولا نتابع موضوع ذمار ولا نحرر البيضاء خلاص يعني فتحنا معابر تعز ونتوقف عن موضوع استعادة الدولة واستعادة الصرعات أنا أتوقع أو أنا أعتقد أن الاستمرار التعاطي مع الأمم المتحدة نحن تعاطينا مع الأمم المتحدة بهذا الشكل أصبح من العيب ومن العار أن نقبل بهم كوسطاء أو كشركاء في إحلال السلام في اليمن اليوم ربما يسأل سائل عميد محمد إذا كان الهدنة لم تقدم شيء لأبناء اليمن وأيضا الحديث عن هدنة لستة أشهر هي تجمد الصراع وكما قلت أنت أنها تفرض ميليشيات الحوثي ربما في آخر المطاف كسلطة أمر واقع والخوف وهو ما يذهب إليها الكثير أن يتم تجزئة اليمن وفق السيطرة الموجودة إذن لماذا يقبل المجلس الرئاسي بالذهب إلى هدنة أخرى ولماذا تقبل القوى الوطنية الذهاب وتماهي مع ما يطرحه المجتمع الدولي والمتحدة أين الهدنة الآن أنا أشأل أين الهدنة الهدنة هي من طرف واحد الشخص سلطة العرادة أمستكلم عن 250 شهيد وتسمعت جريح خلال ثلاثة أشهر أين الهدنة؟ الحوثي يقاتل يقاتل الحوثي يقوض معارك مش خروقات يقوض معارك في تعز وفي مارب والآن يحشد ويعزز لمعركته ويزج بالأطفال في الأنساق الأولى وفي العدى والعتاد والدبابات وراجمات الصاليخ والحوثي يستعد المعركة يعني هي هدنة فقط لإستراحة محارب لخوض معركة قادمة ليست هدنة بمعنى هدنة التي تريد الممتحدة أنها هدنة لغرض إحلال السلام أو تمهيدا للسلام لأن الحوثي أصلا غير راغب جميل إذن المجتمع الدولي لديه فقط عميد محمد لأن الوقت يداهمنا المجتمع الدولي لديه مصلحة من هذه الهدنة ربما من أجل إمدادة الطاقة وغيرها وما يعيشه العالم في أوكرانيا وروسيا ومشاكل لا حصر لها ميليشيا الحوثي لديها مصلحة أيضا من هذه الهدنة تعرف أنت مزيد من التحشيد ومزيد من التجنيد ومزيد من تحريك القوات العسكرية ما مصلحة المجلس الرئاسي إذن من هذه الهدنة يا أخي أنا أعتقد أن تشوف المجلس الرئاسي أنا أحيانا أكون قاسي عليه أنا أكون قاسي عليه في كثير من المواقف لكن أحيانا أنا ألثم سلم عذر يعني مجلس قادي أستلم دولة مفككة أستلم دولة فيها تشكيلات قتالية كثيرة أستلم دولة فيها كثير من القضايا المعقدة والخلافات ولازمات المشتابكة المتشابكة أستلم دولة وصلتها القوات المناوعة للصف الحوثي إلى درجة الاقتتال الداخلي هناك تركيا ثقيلة هناك قضايا اجتماعية وإنسانية يجب معالجة داخل المناطق المحررة يعني أعتقد أن الهدنة أيضا المجلس القيادة الرئاسي بينظر لها نظرة خاصة أنها قد تكون في صالحه في عدد ترتيب البيت في عدد إصلاح كثير من القضايا الشائكة المتواجدة داخل الشرعية أستلم دولة مفككة تماما إذن هل من مصلحته ومصلحة اليمنيين الذهاب إلى هدنة لستة أشهر مقبلة؟ لا أنا بالنسبة لي الثلاثة الشر والاربعشر كانت كافية للبرس القيادة الرئاسي أن يعيد ترتيب أوراقها الآن القوة العسكرية جاهزة أنا تواصلت مع زملائي في الميدان وتواصلت مع كثير من القادة العسكرين داخل الميدان ومتشوقين للمعركة وجاهزين للمعركة تجهيز استعداد قاتاري كامل وزير الدفع زار كل الجبهات العميد طارق قوات جاهزة الألوية العمال القوات جاهزة كل القوات جاهزة تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة الآن وأعتقد عندما تتحرك جبهات تعزم مع الساحة الغربي ستختلف إدارة المعركة تماما وعدما تتحرك جبهات مارب مع جبهات شبوة ستكون المعارك مغايرة وإدارة معركة مغايرة وخارطة عسكرية واحدة وقرار قائد أعلى واحد وهذا ما نعول عليه لأن أصبحنا قوة ضربة ما عد فيه خلافات داخل التشكيلات القتالية أصبحت العقيدة واحدة والهدف واحد والبندقية مصوبة باتجاه الحيوتي وبالتالي 14 كافية للبنس القيادة الرئاسي أن يوقف الهدنة ويحرك الجبهات وعلى الأقل جبهة جبهتي جبهة البيضاء جبهة البيضاء ومارب وجبهة تعز والحديدة يختار واحدة منها للتحرك والقتال فيها ورفع معنوية الشعب الشعب الآن وضحت الفكرة وضحت الفكرة العميدة الركن محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي كنت ضيفي من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم أنتم شاهد الكرام لما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة غدا حلقة جديدة إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم